موسيقى مشاهدي الكرام في كل مكان مشاهدي العزاء في فلسطين المحتلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية والتي نناقش فيها أبعاد ودلالات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى الأردن ولقائه بالعهل الأردني الملك عبدالله الثاني وعدد من المسؤولين الأردنيين ونتوقف فيها عند الجدل الذي صاحب الزيارة في الأوساط السياسية والإعلامية الفلسطينية حيث ذهب البعض إلى وضع الزيارة في سياق تأهيل الحركة للإنخراط في عملية التسوية السياسية على حساب ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية أهلا بكم بالفعل فقد أثارت زيارة خالد مشعل إلى الأردن للأسبوع الماضي ولقائه العهل الأردني كثيرا من التساؤلات حول التوقيت والمضمون كما وجد البعض في التصريحات التي أدل بها مشعل خلال الزيارة أو في التسريبات عن مضمونها فرصة للحديث عن تراجع في مواقف حركة حماس إذا ما يعرف بالثوابت الفلسطينية إلى درجة القول بأن العاهل الأردني حصل على تفويض من حركة حماس بقبولها مبدأ حل الدولتين تمهيدا لتقديم مبادرة عربية للرئيس الأمريكي أوباما خلال شهر شباط الجاري الأمر الذي نفته حركة حماس مؤكدة في بيان لها أن الحديث بين مشعل والملك عبد الله تركز حول مناقشة الوضع الفلسطيني بشكل عام وملف المصالحة الوطنية والأوضاع في المنطقة كما أشار البيان إلى أن مشعل طرح مواقف حماس ورؤيتها المعروفة حول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك الموقف والرؤية تجاه الدولة الفلسطينية المستندة إلى الثوابت الفلسطينية حسب قوله وزاد بعض قيادات حماس على هذا التوضيح إلى درجة نفي أن يكون للزيارة أي علاقة بأي حدث سياسي مشددين أنها تأتي في سياق طبيعي ومتفق عليه منذ الزيارة الأولى قبل حوالي عام وللوقوف على أهمية الزيارة من ناحية التوقيت والمضمون ولمعرفة أبعادها السياسية ومعرفة أين تقع فكرة حل الدولتين في المشروع السياسي لحركة حماس وكذلك لمعرفة أهم ملامح هذا المشروع السياسي ومراحل تطوره وما إذا كانت الزيارة وما تم فيها يشير إلى تراجع حركة حماس عن ثوابت الشعب الفلسطيني وكذلك لمعرفة مدى تطابق أو تباين الخطاب الإعلامي لحركة مع برنامجها السياسي لكل ذلك أرحب بضيوفي في الستوديو الدكتور عزام سلطان التميمي الخبير بالشؤون الفلسطينية ومؤلف كتاب حماس سطور لم تكتب وكذلك السيد محمد صوالحة الخبير بالشؤون الفلسطينية والمحلل السياسي أهلا وسهلا بكما أبدأ من عندك سيد محمد وسؤال الأول في أي سياق تأتي زيارة خالد مشعل هذه المرة وهي الثالثة خلال عام إلى الأردن ولقائه بالعاهل الأردني بسم الله الرحمن الرحيم في العادة في كل حدث سياسي كل طرف من الأطراف يكون له أهدافه التي يسعى لتحقيقها من خلال هذا الحدث أعتقد أن حركة حماس لديها سياسة دائمة وثابتة وهي تطوير علاقاتها مع الدول العربية ولذلك لا أعتقد أن الدولة العربية يمكن أن تدعو حركة حماس لزيارتها ثم تستنكي في الحركة عن الذهاب فضلا عن أن الأردن له علاقة خاصة بالقضية الفلسطينية أولا وثانيا العلاقة بين حماس والحكومة الأردنية شهدت خلال المرحلة الماضية صفحة كانت بالغة السوء وأعتقد أن حماس وكذلك الحكومة الأردنية تريد أن تطوي هذه الصفحة لذلك أعتقد أن من طرف حركة حماس تطوير العلاقة مع الحكومة الأردنية أو مع النظام في الأردن يعتبر هدف أساسي وتأتي الزيارة التي مرت خلال المرحلة الماضية في هذا الإطار بالنسبة للنظام في الأردن قد يكون أيضا له أسباب خاصة ولكن أنا أعتقد أن هذه الزيارة قد تكون مثل الزيارة التي سبقتها تأتي لخدمة أهداف سياسية أردنية داخلية البلد في الأردن الآن في مرحلة تحول خليني أسميه ديمقراطي إذا كان يصير في تحول حقيقي وإن كان كثيرون في الحقيقة يشككون ولكن على الأقل في السياسات الداخلية ما بين الحركة الإسلامية الإخوان المسلمين والنظام في الأردن هناك قدر كبير من التوتر الحركة الإسلامية في الأردن الإخوان وجبهة العمل الإسلامي قاطعة الانتخابات الأخيرة كانت الحكومة الأردنية تأمل من حركة حماس أن يكون لها دور في إقناع الحركة الإسلامية في الأردن بتجاوز هذه المرحلة والمشاركة في الانتخابات أصرت الحركة الإسلامية في الأردن على عدم المشاركة في الانتخابات وهي الآن تطعم في نتائج هذه الانتخابات وفي العملية السياسية برمتها وتشكك في جدية النظام الأردني في التحول الديمقراطي الآن في مرحلة جديدة وهي مرحلة تشكيل الحكومة الأردنية وبالتالي أعتقد أن النظام في الأردن ربما يريد أن يستثمر هذه الزيارة في الضغط ولو بشكل غير مباشر على الحركة الإسلامية على الأقل تخفيف نوع من موقفها المعارض لما يجري في الأردن يبدو سيد محمد أنك أميل إلى موقف القائد أو القيادي في حركة حماس محمد نزال حيث أنه حاول خلال تصريحات إعلامية ولقاءات إعلامية أن ينفي ارتباطها بحدث سياسي معين والمقصود هنا بالحدث السياسي حسب الإعلاميين والسياسيين والمحللين هو نتائج الانتخابات الإسرائيلية ونتائج الانتخابات الأمريكية وإمكانية أن يقدم العرب بالتعاون مع الأوروبيين مشروع لتنشيط عملية السلام في المنطقة قريبا مستغلين أن أوباما قد يكون لديه قوة وجرأة أن يضغط على الإسرائيليين بعد الانتخابات الإسرائيلية ونتائج وتراجع اليمين على كل حال السؤالي لك دكتور عزام ما إذا كان تضيف أي إضافة في أين تكمن أهمية هذه الزيارة ولكن زيارة مشعل كما قال محمد نزال ليس لها علاقة بحدث سياسي وزعم أن هذا من خيال المحللين السياسيين وسؤالي هل يعيب حركة حماس أو خارج مشعل أن تكون زيارته للأردن زيارة سياسية مرتبطة بإحتاج سياسية مهمة في المنطقة تؤثر على القضية الفلسطينية بسم الله الرحمن الرحيم هي لا يمكن إلا أن تكون سياسية ولا شو رايحين يعملوا يخطبوا يعني إلا لابد أن تكون سياسية لكن بعض وقات النفي عندما تحصل لقاءات مثل هذه ويحصل نفي إما أنه لم يحصل نقاش مهم في اللقاءات وكان لقاء مجاملات أو أنه فعلا حصل نقاش حاجات في غاية العالمية وفي شيء مخفي أنا أتصور بالإضافة إلى ما ذكره الأستاذ محمد صوالحة الأردن تقليديا دائما يقوم بدور الوسيط أنا لا أستبعد هذه ليست معلومات وإنما هذه محاولة لتحليل والفهم لا أستبعد أن يكون سبب أساسي لهذا الاجتماع بغض النظر عن من دعا إليه الأغلب أن يكون الأردنيين هم الذين دعوا أن يكون الغرض من ذلك هو نقل رسالة أو فهم أو تصور أنا أعرف من اتصالاتي هنا في أوروبا أننا في هذه اللحظة كان في السابق ولكن في هذه اللحظة يوجد اهتمام هائل في الطريقة التي تفكر فيها حركة حماس إلى أين تتجه حركة حماس ما هو موقفها من المصالحة ما هو موقفها من منظمة التحرير ماذا سيكون دورها وهذه المتغيرات في المنطقة العربية هل خالد مشعل ينوي الترشح أم لا ينوي الترشح إذا كان لا ينوي الترشح ما هي خطته ما هي موقفه نعم ماذا يريد أن يعمل طبعا هناك كلام كثير يحصل في المنتديات نقاش حوله وهذا في المنتديات الغربية التي أحضر بعضها وأجتمع مع بعض من يحضرها من حين لآخر أنه ربما كانت عين حماس على منظمة التحرير الفلسطينية إذا مشروع المصالحة أثمر أن تحصل انتخابات مجلس وطني ويعاد تشكيل منظمة التحرير فغالبا سيكون لحركة حماس نصيب الأسد في التشكيلة الجديدة ولربما يكون رئيس اللجنة التنفيذية القادم للمنظمة التحرير هو خالد مشعل أنا لا أستبعد أن يكون هناك استفسار من قبل الأمريكان من قبل أكثر من جهة للملك عبد الله ليعرف الإجابات ليسبر غور لينقر رسالة وهنا تأتي قضية النفي أنه قال ولا ما قالش أنا أتصور أنه موقف حماس المعلن منذ فترة أن أنا نقبل بدولة في الـ 67 يمكن أن يكون فسر على أنه قبول بالدولتين بحل الدولتين وهذا الذي جاء عزة الرشق ونفاه فيما بعد طيب في هذه النقطة سيد محمد صوالحة يعني أشار عزام إلى تساؤلات في ذهن الساسة الغربيين الأمريكان الأوروبيين حول نقاط كثيرة بالإضافة لهذا هناك كلام عن أن الاتحاد الأوروبي مع المجموعة العربية أو جامعة الدول العربية يسعون بعد إعادة انتخاب أوباما وبعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي لم تعطي اليمين ما يريد على أقل هكذا التحليلات أنه سيتقدم بمبادرة للأمريكان للضغط على الإسرائيليين لإعادة تفعيل العملية السياسية والتسوية ومن هنا جاء الكلام عن تأهيل حركة حماس للإنخراط في التسوية فجاء الطلب على أقل هذا التحليل الموجود نريد رأيك فيه جاء الطلب من الحكومة الأردنية لحركة حماس للاستضاع حول هذه النقاط وكان من ضمن هذه النقاط النقطة التي تفضل بها الدكتور عزام وهي الموقف من حل الدولتين واستفهام من حركة حماس عن فهمهم لحل الدولتين وما إذا كان يعني قبولا بدولة الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بها التي هي جزء من شروط الربعية أم لا السؤال الآن يعني ما هي فعلا موقف حركة حماس من هذا الموضوع وما إذا كنت أنت ترجح هذا التحليل أم أن هذا ضرب من الخيال يعني بس بدي أقول مرة أخرى أنه زي ما ذكر دكتور عزام أنه يعني احنا متحدث عن التحليل وليس عن معلومات التحليل ما رشح لوسائل الإعلام من أخبار بدي أوافق على أنه بالتأكيد يعني أن النظام مثل النظام الأردني كان دائما له علاقة بكل مجريات العمل السياسي التي تجري في المنطقة بالتأكيد يريد أن يستفضح كثير من القضايا يعني هذا ليس مستبعدة بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا يعني معروف في العمل السياسي ولكن أنا بس بدي أخالف الدكتور عزام في قضية وحدة وهي أنه هل حماس الآن مرشحة أو خالد مشعل مرشحة لقيادة منظمة التحرير في المرحلة القاضية أنا شخصيا أستبعد وأعتقد أن الظروف لم تنضج لا لإصلاح المنظمة كمنظمة بحيث يعني يتغير شكل المنظمة وبالتالي يعاد النظر في تشكيلتها وفي قيادتها وفي المجلس الوطني الفلسطيني وطبعا هذه قضية نحن نسمع الحديث عنها من أكثر من 15 سنة والنقطة الأخرى أنه هل يمكن أن تتولى حماس قيادة المنظمة في المرحلة القادمة أنا أعتقد أن الظروف لم تنضج بعد رغم أن حماس الأكثر ربما الأكثر قوة على الأرض والأكثر شعبية والأكثر قوة بالتأكيد ولكن أنا أعتقد أن هذا الأمر يتطلب توافق دولي وإقليمي غير موجود حاليا وهو غير أتصور أنه غير موجود حتى الآن يعني أعفوا هل يمكن إذن إذا هذا الخيار غير لا توافق عليه هل يمكن الفكرة هي لضمان على الأقل ضمان سكوت حركة حماس عن العودة للمفاوضات العبثية من جديد بعد انتخاب أوباما وانتونياو أنا أبدأ أقول أنه ربما يعني أوافق عليها من جهة ثانية وهو أنه الآن مطروحة قضية المصالحة الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية جزء من أهدافها أو أهداف أبو مازل على وجه التحديد والنظام العربي أيضا أن يكون للشعب الفلسطيني صوت واحد كما يقولون بمعنى أنه مرجعية واحدة حتى يعني تسحب الذرائع من يد الطرف الإسرائيلي دائما يقول أنه في انقسام في انقسام وأبو مازل لا يستطيع السيطرة على غزة ليس شريكا وليس لا يستطيع أن يكون شريك أنا أعتقد أنه هذا سواء شاءته حماس أم لم تشاء يعني إنجاز المصالحة الجانب خلينا أقول السلب فيه هو هذا الجانب يعني الجانب الإيجابي بالتأكيد كثير أو جوانب الإيجابية كثيرة جدا في موضوع المصالحة ولكن ربما سيتم استغلالها لإظهار أن الشعب الفلسطيني له قيادة واحدة تمثله وهي القيادة منظمة اللجنة التنفيذة لمنظمة التحرير الفلسطينية وبقيادة محمود عباس وله موقف واضح من العمل السلمية وعندها سيعاد الحديث مرة أخرى في موضوع العمل السلمي ودون الوصول أنا أعتقد أنه يعني حتى إحنا ما نكون لا أريد أن أكون متشائما ولكن خطط الاتحاد الأوروب التي يتم الحديث عنها والولايات المتحدة وبعض الدول العربية التي تساندها أيضا أنه قد يكون أوباما الآن أكثر قدرة على طرح مبادرة جديدة أنا أعتقد أنه يمكن أن تبدأ المفاوضات ولكن ليس من الواضح أن هناك قوة وإرادة دولية لفرض شيء على إسرائيل هو على كل حال الكلام عن المبادرة هذه أهم شيء فيه أنه سيلزم إسرائيل في إنهاء المفاوضات خلال ستة أشهر وأن تكون مرجعية المفاوضات هي مرجعية دولية وليست كما كانت خلال العشرين سنة الماضية دكتور عزام قال مشعل أن هناك درجة خلال وجوده في الأردن خلال اللقاءات الصحفية أو المؤتمرات الصحفية قال أن هناك درجة عالية من التفاهم والتقارب أي مع الأردنيين وقال نحن حريصون على المزيد من التنسيق مع القيادة الأردنية الآن التقارب والتوافق مع الأردن اللي بتحدث عنه مشعل هل توافق وتقارب حركة حماس من النظام الأردني ومواقفه المعروفة تقليديا من القضية الفلسطينية وآلية حلها أم أن النظام الأردني تحسنت أوضاعه فأصبح أكثر قربا إلى حركة حماس ورؤيتها لحل القضية الفلسطينية وطبعا السياسة الديناميكية السياسة ليست ثواقفة أو مياه راكضة هي تتحرك حماس كانت في الأردن في التسعينيات في التسعة وتسعين أخرجت وساءت العلاقات وصار تشكيك بالنواية وتخوين ومش عاليش إلى آخره ممكن يجي ظرف آخر تزول فيه العقبات التي كانت موجودة ويرجع نوع من العلاقة أنا أتصور أن التغير الذي حصل في مصر مهم جدا لأنه الآن مصر فيها نظام إذا استقرت به الأمور بإذن الله تعالى هذا نظام أقرب إلى حركة حماس منه إلى حركة فتح وإلى منظمة التحرير التقليدية وهذا غير ميزان القوة ولذلك إذا أراد الأردن أن يلعب دورا لابد أن يأخذ ذلك بالاعتبار طبعا لا يمكنه إلا أن يأخذ ذلك بالاعتبار أيضا خروج حماس من سوريا والعلاقات المتردية بين حماس وإيران هذا عامل آخر مساعد لكن أنا أرجع إلى نظريتي في الموضوع وهو أن الأردن في الأغلب لا يأتي بمبادرات مصنوعة محليا النظام في الأردن يقوم بدور الوسيط يكلف بمهام يكلف بسبر غور معين إلى آخره من العوامل التي المستجدة هنا أن حركة حماس لم يعد لها وجود في الأردن لم يعد لها ما يخيف النظام الأردني كما كان في التسعينيات من علاقة بالإخوان تنظيميا من نفوذ في الساحة من توهم بأنها كانت تؤثر في القرار السياسي مع أنه تحليل أبو عبادر السيد محمد صوالحة يعني يشير أنه ما زال هذا الملف أساسي في الحوار بين حماس والأردن وعلاقة حماس بالإخوان الأردنيين وبالذات ما يسمى في الأردن الجناح الأقرب إلى حماس في الأردن حماس تستخدم دون أن يكون لها إرادة ولا دور يعني في جناح من قبل من؟ ما هو بالإخوان المسلمين في الأردن في جناحين متصارعين جناح يحسب نفسه على حماس وجناح يحسبه هذا الطرف على أنه مش مع حماس وإنما مع الأردن أو مع أجندة أردنية خالصة وهذا الحقيقة كلهته غير صحيح كلهته وهم والذي يعرف تركيبة الإخوان في الأردن ويعرف التنافس والصراع اللي موجود على السلطة وعلى النفوذ داخل التنظيم الإخواني يعرف أنه هذا كلهته مصطنع غير صحيح وهو في الأساس أنه في تنافس على قيادة الإخوان وربما على تحديد رؤية يلزم بها التنظيم الإخواني وعلى طريقة التعامل مع النظام السياسي في الأردن حماس الآن حماس منذ أن أخرجت من الأردن هي تستخدم كورقة في هذا الصراع الداخلي دون أن يكون لها إرادة ولا حتى رغبة في ذلك طيب الآن اسمع أن تقل للأخ محمد في جزئية أيضا في يعني مما حصل من جدل حول الزيارة ومضمونها الحديث عن مسألة الكومفدرالية أيضا أنا بستشهد بكلام محمد نزال أنه أحد ثلاثة كانوا في الزيارة للملك الأردني والزيارات الرسمية المختلفة مع الوساط المختلفة السياسية والأمنيين بيقول أنه الحركة حماس ترفض الكومفدرالية بمعنى أنه من حيث المبدأ على الأقل هذا ما فهم بينما خارج مشعل يتحدث عنها بشكل ألطف قليلا ويقول أن حركة حماس تعتبر الحديث في الكومفدرالية في مثل هذا الوقت غير مناسب ما هو الموقف الحقيقي لحركة حماس من مسألة الكومفدرالية؟ لا فكر حركة حماس هو في الحقيقة فكر وحدوي بمعنى أن حماس كحركة إسلامية ترى أن العالم العربي يمكن أن يكون واحدا وترغب بذلك يعني الفكر السياسي لحركة حماس يؤصل لذلك بل أكثر من ذلك الوحدة الإسلامية بعد ذلك مثل كل الحركات الإسلامية التي لها مرجعية فكرية هي مرجعية فكر الإخوان المسلمين ولكن أنا أظن أنه المقصود في الموضوع هو الحديث عن الحديث الآن عن الكومفدرالية الحديث الآن راج في الأخبار خلال مرحلة الماضية أن الغرب يسعى لعمل كومفدرالية بين السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي وبين الأردن بل أكثر من ذلك ذهب البعض إلى أن الحديث عن كومفدرالية ثلاثية وهذا مطروح كان قديم سابقا مع إسرائيل وفي هذه الحالة سيكون الكلام عبارة عن قفز على قضية الاستقلال أو وجود دولة فلسطينية حقيقية ربما يساعد هؤلاء الحديث عن اعتراف أممي بقضية الدولة الفلسطينية كدولة غير عضو نعم دولة مراقبة غير عضو هنا حديث خالد بشعل واضح في أنه ليس الآن هو وقت الحديث عن الكومفدرالية وأنا أعتقد أنه حتى في السلطة الفلسطينية هناك من يتحدث الآن عن أن الحديث الآن هو سابق لأوانه بمعنى أنه الفلسطينيين يرغبون في أن يكون هناك دولة فلسطينية حقيقية على الأرض على اختلاف بينهم ما هي هذه الدولة وما هي حدود هذه الدولة ولكن هناك اتفاق عنه ويجب أن يكون هناك في البداية دولة ثم يتم الحديث بعد ذلك عن كومفدرالية فأنا أعتقد الكنفدرالية من حيث المبدأ ليست مرفوضة في فكر حركة حماس ولكن توقيتها هو الذي يعتبر الآن توقيت خطير جميل الآن دكتور عزام عودة إلى الفكرة الأساسية التي من خلالها دخل البعض لاتهام حركة حماس بالتراجع عن ثوابتها أو بأنها ربما تنخرج في عملية تسوية على حساب مثل هذه الثوابت والحقوق التاريخية ألا وهي مسألة الكلام عن حل الدولتين اللي هو حقيقة كما يرجح كثير من المحللين أن الملك الأردني أراد أن يأخذ كلام صافي ووافي شافي من حركة حماس لكي ينقله كما تفضلت أنت في تحليلك لجهات مؤثرة في القضية الفلسطينية أمريكا أو أوروبا أو الجامعة العربية الآن السؤال هو لماذا ينطفض المتحدثون باسم حركة حماس لما يشار أن الحركة تعترف بحل الدولتين يعني ألم تعود حركة حماس على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية تتحدث عن الموضوع بأريحية وهذا ديدنها بمعنى أنها أصبحت تتحدث معه كأنه أمر واقع إلى حد ما سياسيا أجوب الحقيقة أنه مع الاحترام لإخواننا في قيادة حماس أنا شايف أنهم ما عندهم موضوع في الرؤية لما يريدونه ومنه الوقوع في شركة الكونفدرالية الكونفدرالية ليست من فكر حركة حماس لا توجد ولا في أدبيات حركة حماس أساسا ذكرت شفاويا سابقا لما كانت ذكرت سابقا كانت حماس تقف في وجهها لأنه هذا لأنه أصلا حماس جزء كما تفضلت حماس جزء من الحركة الإسلامية الحركة الإسلامية أصلا ليس من خطابها مشروع الدولة لما حماس تورطت في وثيقة الأسرة إذا بتذكر وقبلت بدولة في السبع وستين الصورة أصبحت غير واضحة والذين يريدون أن يعبروا عن موقف من هذه القضايا دائما يخطئون أو لا يصنون التعبير ليش؟ لأنه إحنا بالحركة الإسلامية ما في عنا أنه إحنا بدنا دولة فلسطينية إحنا بدنا نحرر فلسطين وبدنا الأمة الإسلامية هكذا كان بالأساس لما خارج مشعل وقف بالمؤتمر الصحفي وتكلم أنا كأني سمعت ياسر عرفات يتكلم يقول مؤتمر الصحفي في الأردن مؤتمر الصحفي في الأردن تأملت ما يقوله الأخ خالد مشعل قلت سبحان الله العظيم مغير الأحوال برغماتية سياسية عجيبة جدا نقلة نوعية في البرغماتية عندها قائد حركة حماس عينما يقول نحن نقول أن فلسطين هي فلسطين والأردن هو الأردن هذه القطرية territorialism هي ليست أساسا في خطاب الحركة الإسلامية هذه برغماتية سياسية يضطر إليها السياسي عندما يدخل في معمعة التعامل مع السياسيين العرب مع التعامل مع القطرية العربية الأساس كان بالمفروض لو أنا كنت مكاني الإخوة في حركة حماس والأخ خالد مشعل بالذات مفروض أن يعالج هذا الأمر بطريقة لا يبدو إطلاقا أنها تتناقض مع فكر الحركة الإسلامية التي هو ابنها وهو منطلق منها ويتحدث باسمها يعني إحنا نريد تحرير فلسطين نحن نريد حق العودة ما يتحرر من بلادنا في فلسطين نعتبره مكسب لكن أنا لا أتكلم عن دولة في حدود ال-67 الكلام عن دولة في حدود ال-67 يفهمه الناس في الغرب ويفهمه الناس في منظمة التحرير الفلسطينية ويفهمه الناس في جامعة دول العربية على أنه قاب قوسيني أو أدنى من القبول بحل الدولتين وهذا مطب كبير حركة حماسك يصعب عليها أن تخرج منه لأنه أنت بتقول تقبل بدولة في حدود ال-67 وبالإيمد تقول نحن لن نقول أننا نقبل بحل الدولتين ولا إيش معناته؟ طيب سبح لي أنا أخالف أبو ناجي في هذه القضية في الموضوع الفلسطيني والتجربة الفلسطينية المصطلحات دقيقة وتحتاج إلى وقوف عندها أنا أعتقد عندما تحدث خالد مشعل عن موضوع أن الأردن أردن وفلسطين فلسطين هو أراد أن يرد على الطرح الإسرائيلي الذي يعتبر قضية الوطن البديل وأراد أن يرسل رسالة طمأنة إلى الحكومة الأردنية والنظام الأردني والشعب الأردني أن الفلسطينيين لا يطمعون في الأردن وخاصة أن الأردن تركيبة السكانية ووجود عدد كبير من الفلسطينيين تشكل مخاوف لعدد كبير من الناس ولذلك أنا أعتقد أن الرسالة التي أراد أن يوصلها كانت هذا مفادها أن هذه فكرة الوطن البديل فكرة صهيونية مرفوضة لا يمكن أن تنطل علينا ولا يمكن أن نقبل بها هذا الزاوية الزاوية الأخرى هي التفريق ما بين حدود ال67 بغض النظر عن قبولي بها أو عدم قبولي هذا موضوع آخر ولكن دولة الدولة التي تقوم على حدود ال67 تختلف عن حل الدولتين دولة ال67 تأخذ بعين الاعتبار ما ذكره الأخ أبو ناجي قبل قليل من أن حماس أو بعض القوى الفلسطينية على استعداد لأن تقيم دولة في أي جزء يتم تحريره من فلسطين بغض النظر أيضا عن هذه الفكرة ما لها وما عليها ولكن تأتي من هذه الزاوية ولذلك لما بقول حماس أنه إقامة دولة على حدود ال67 مع عودة اللاجئين وهو في تصوري أنه في قدر من التناقض معناه ببساطة أنه لا نحن لا نتحدث عن حل الدولتين ببساطة لأن حل الدولتين فيه مشكلتين أساسيتين المشكلة الأولى هي الاعتراف بدولة إسرائيل وما تطرحه حماس هو قيام دولة على حدود ال67 دون الاعتراف بالتنازل عن أي ذرة من تراب فلسطين فهذه القضية الأساسية الأولى وهي في تصوري قضية محورية القضية الثانية أن ال67 أنت بتتحدث عن حدود معروفة ومتفق عليها ولكن عند الحديث عن حل الدولتين الدولة الثانية ستكون في حدود ال67 وليست على حدود ال67 هناك فرق كبير بينهما ولذلك قد تصل الأمور في النهاية إلى جزء بسيط وهذا ما تريد إسرائيل وبين المناسبة الإسرائيل ترفض التراجع إلى حدود ال67 ولكنها تقبل بحل الدولتين الآن حل الدولتين هو طرح إسرائيلي وهو طرح أمريكي وهو طرح بالمناسبة اللوب الصهيوني في هذا البلد هنا في بريطانيا الكونزيفاتيز فرنسو بلستاين شعارهم الرئيسي على الورق المروس بتاعهم هو العمل من أجل حل الدولتين في فلسطين لماذا؟ لأنها أولا تؤمن اعتراف لإسرائيل وثانيا تؤكد على الوضع القائم وهو وجود المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية في بؤر تسمى دولة فلسطينية ليست مترابطة ولكن يجمعها كلام ونظام يتفق عليه ولأمر ثالث أيضا عند اللوب الصهيوني هنا وهو للحيلولة دون طرح الخيار الآخر لحل الدولتين وهو حل الدولة الثنائية القومية التي هي مرفوضة عند الإسرائيليين والصهيين بشكل عام إذن السؤال الذي سنطرحه هو هل ما زالت حماس بناء هذا النقاش حركة حماس متمسكة بفلسطينية تاريخية وكل ما يعني ذلك فلسفيا وتنظيرا أم أنها بسبب التطور السياسي بسبب دخولها للنظام السياسي الفلسطيني بسبب موازين القوى وتجربتها في الحكم تأثرت أم لا وبالتالي قبولها بحل الدولتين على أراضي السبعة وستين في أحسن الأحوال على افتراض أنها على حدود السبعة وستين كيف يمكن للمواطن الفلسطيني يفهم هذا التطور أو التناقض البعض بعتبره تطور إيجابي البعض بعتبره تناقض في حركة حماس والأمر الآخر كيف يمكن لحركة حماس أن تسوق هذا الطرح لحل الدولتين دون الاعتراف بدولة إسرائيل وهي حركة سياسية تريد أن تتحدث مع الغرب مع أمليكا مع كل الدنيا بطرحها السياسي هل يمكن فعلا أن تستطيع إقناع العالم بأنها فعلا صادقة وجادة في هذا القبول به لعالم لا يقبل لدولة إسرائيل أن تمس أمنيا يريد أن تبقى دولة إسرائيل وأن يحافظ على عملها سأسمع منكم الإجابة حول هذا السؤال وربما أسئلة أخرى ذات علاقة ولكن بعد الفاصل إذا مشاهدي الكرام اسمحوا لنا بالخروج لفاصل قصير نعود بعده لمتابعة الحوار حول زيارة خارد مشعل للأردن ولقائه بالعاهل الأردني وقيادات سياسية وأمنية أردنية وما إذا كانت الزيارة ومضمونها يأتي في سياق محاولات تأهيل الحركة أو ترويضها للإنخراط في عملية التسوية السياسية على حساب الثوابة الفلسطينية فأرجو التفضل بالبقاء معنا أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج بانورام فلسطينية والذي نتابع فيه النقاش حول زيارة خارد مشعل للأردن وما أثارته من نقاش حول التفويض حماس للعاهل الأردني بنقل موافقتها على حل الدولتين للرئيس الأمريكي وما إذا كان هذا الموقف يعبر عن تراجع الحركة عن ثوابتها ولتعميق النقاش في هذا الموضوع أجدد الترحيب بضيوفي في الستوديو الدكتور عزام سلطان التميني الخبير بالشؤون الفلسطيني ومؤلف كتاب حماس سطور لم فصول لم تكتب وكذلك السيد محمد صوالحة الخبير بالشؤون الفلسطينية والمحلل السياسي إذن محمد صوالحة حماس تقول أن يمكن أن تقبل بحل الدولتين لكن على أن لا تعترف بالاحتلال هجعنا للمصطلحات حل الدولتين على حدود السبعة وستين على حدود السبعة وستين يمكن أن تقبل به لكن الفرق بينها وبين حركة فتح أو منظمة التحرير أنها تشترط أنها لا تعترف بحق إسرائيل على الجزء المتبقي من أراضي فلسطين السؤال هو كيف يمكن أن تسوق حركة حماس للعالم الذي تتعامل معه الآن على أرض الواقع مثل هذا التفكير وهل يمكن أن يقبل العالم منها ذلك؟ هذا الطرح فيه الكثير من المثالية لكن أنا أعتقد من البداية أن حركات التحرير الوطني ينبغي أن لا تكون حريصة جدا على إقامة علاقات دولية لأنه إذا كان الهدف هو إقامة علاقات مع دول العالم وخاصة دول التي لا دول استين لاري الهيمن والتي لها علاقة مميزة بإسرائيل وتحرص على الأمن إسرائيل أكثر من حص على أمنها الوطني أنا أعتقد هذا سيؤدي إلى قدر من الخروج عن الخط وهذا ما حصل بالتأكيد مع منظمة التحرير الفلسطينية حين كان الهدف هو إقامة العلاقات وكل يوم كانت المنظمة كانت تطرح يعني طرحا سياسيا جديدا بهدف إرضاء الأطراف الدولية وإطراف طرف الإسرائيل والتالي إحنا في تاريخنا الفلسطيني وربما هذه نقطة تحسب لحماس مع أن يعني أعتقد أنه فيه قدر من الغموض في الموضوع السياسي ولكن على الأقل حماس لم تمارس طرف طرح المبادرات السياسية كما كانت تفعل منظمة التحرير أنه كل شوي إحنا في عندنا موقف سياسي عندنا مبادرة سياسية عندنا نقاط العشر والنقاط المشعر لا هذه الثورة ليست بحاجة أهدافها واضحة وأمورها يعني معلومة هذا شعب تحت الاحتلال له حق في الأرض من النهر إلى البحر لن نتنازل عن أي يعني جزء من أرض فلسطين اللي عنده حاجة يجينا وإحنا بنقول نعم أو لا أنا أعتقد أنه هذا هو الجانب الذي ينبغي أن تركز عليه الحركة الحركة ينبغي أن تركز على ثوابتها ينبغي أن تركز على بناء نفسها على مقاومتها بكل الأشكال سواء كانت الأشكال المدنية أو الأشكال المقاومة الأخرى فبالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن تكون الحركات الثورية يعني غير حريصة كثير على إقامة أو على الأقل لا تأخذ أولوية في فكرها السياسية وفي ممارستها السياسية الذي المطروح الآن في تصوري هو يعني ما أفهمه على الأقل من خطاب حماس أن حماس لم تتنازل عن الثوابت التي طرحتها دائما والحديث عن 67 إذا تحدثنا عن عدم الاعتراف وعدم التنازل يبقي حماس في دائرة الثوابت الفلسطينية ولكن أنا أعتبر كما ذكرت قبل قليل أنه في هذا قدر من التناقض لماذا؟ إذا أردت أن لا تعترف بإسرائيل وإذا أردت أن تقول أنا أريد أن أحل مشكلة اللاجئين عند مع إقامة الدولة بمعنى آخر تريد أن تدخل اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل فلسطين 48 يعني إلى قلب الكيان الصهيوني وتقيم دولة على الحد السبعة وستين أنا أظن أن هذا لن يكون مقبولا لا من الطرف الإسرائيلي ولا من الأطراف الدولية الأخرى وبالتالي إذا كنت تريد أن تطرح طرحا مقبولا سياسيا فهذا الطرح في تصوري أنا مش مقبول ربما تحتاج حماس إلى أن تبلوي الفكرة جديدة تطرح على العالم إذا أردت أن تشتغل في الموضوع السياسي أو تقول ببساطة أنا سأركز على الأماكن التي يخرج منها الاحتلال كما هو في غزة وحماس نجحت في تصوري خلال المرحلة الماضية في إيجاد قدر من التوازن في الجانب العسكري بين المحافظة على المقاومة والانخراط في شؤون الناس وإدارتها أنا أعتقد أن هذا هو الذي ينبغي أن يتم التركيز عليه وخاصة أن إسرائيل الآن تخسر بشكل كبير على المستوى الدولي يعني الحديث مثلا هذا الذي حصل أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان الإسرائيلي جريمة ويجب على إسرائيل أن تخرج كل المستوطنين من الضفة الغربية أنا أعتقد أن هذا تحول في الموقف الدولي وهو بالمناسبة الاستيطاني يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي والتأكيد عليه بهذا الشكل أنا أعتقد أنه هو تحول قد لا يكون تحول عملي ولكن على الأقل تحول على المستوى النظري الذي المطلوب هو أن تركز حماس على شعبها أن تركز على المقاومة على بناء كدراتها أكثر من الانخراط في موضوع العمل الجانب السياسي وإرضاء الدول الغربية واضح دكتور عزام يعني حماس إما أنها في ورطة من ناحية مخالفتها لفكرها وقناعاتها وثوابتها أو أنها في ورطة في أنها لا تستطيع أن تخاطب الغرب بخطاب سياسي يقبله العالم خلينا نقول العالم كحركة نضالية حركة مقاومة وبالتالي أنت مشروع سياسي يبدو أن هناك فعلا في شيء من الأزمة لدى حركة حماس لأنه البعض ربما يحبون حماس أو لا يحبونها بقول أن حماس تغيرت والتغير والتطور ليس شيء معيب في الفكر السياسي لدى حركات المقاومة وأصبحت حركة حماس أكثر استماعا لصوت الاعتدال وصوت العقل وأنها باتت أكثر قدرة على فهم العمل السياسي بعدما خضت التجربة ودخلت النظام السياسي الفلسطيني وهذا الكلام طبعا يمكن رصده بوضوح دكتور عزامو أنت أخبر مني في تصريحات كثير من قادرة حماس وأنا بدي أستشهد به تصريحات خارد مشعل في هذا السياق أنه خارد مشعل خلال السنتين الماضياتين أو السنة الماضية بدأ كما ذكرت أنت وصفته براغماتي أكثر مما أنت كنت تتخيل كخبير بحركة حماس يعني خارد مشعل يتحدث عن الدولة الفلسطينية بشكل يفهم المواطن العادي أنه موافق على الدولة الحدود السبعة وستين أو حتى السبعة وستين بجزء منها خارد مشعل يتحدث عن الدولة غير العضو بشكل إيجابي وجميل مع أن الدولة غير العضو وتأثيرها واستحقاقاتها على القضية الفلسطينية شغلات فيها شغلات خطيرة كما يقول البعض يتحدث أيضا بانفتاح شديد في مسألة المصالحة لدرجة أنه عمل اتفاقية الدوحة أو نعم اتفاقية الدوحة أثارت بلبلة داخل حركة حماس لأن حركة حماس يعني إما من ناحية هيكلية وناحية اتخاذ القرار أو من ناحية فكرية ربما كان هناك شيء من التناقض السؤال هو ما الذي يحكم اتخاذ القرار ما الذي يحكم الصح والخطأ في هذه المسائل السياسية المهمة هل هناك وثيقة لدى حركة حماس مرجعية يرجع إليها قادة حركة حماس عندما يخاطبون العالم برؤيتهم لحل القضية الفلسطينية شوفوا آلية اتخاذ القرار في حركة حماس آلية صعبة ومعقدة وهذا يعني له سلبياته إنه لما بدك تتخذ موقف وتعبر عن هذا الموقف إذا بدك تمشي بآلية اتخاذ القرار العادية بعض أوقات يعني قد تطول وقد يتعطل الأمر فلا مفر في أوقات من أن يجتهد الإنسان كاجتهد الأخ خالد مشعل في موضوع الدوحة اللي الدنيا انقلبت وقعدت عليه إلى آخره لكن فيه إشكال عند الأخ خالد وعند الإخوة الآخرين اللي منحوله وهو أنهم لا يدركون قيمة الانطباع الذي يتشكل عندما يتكلمون هي ما نسميه باللغة الإنجليزية perception موضوع هو موضوع الانطباع إنت اللي ما بتتكلم معي أنا بشكل الانطباع مش مهم إنت شو اللي في قلبك ممكن تقول لو الله أنا مش قصدي إنت فهمتني هيكت طب كيف فاهم الناس وأنا شايف أنه لحد الآن الكلام عن دولة في حدود ال67 يظن الإخوة في حركة حماس أنه معقول بينما معظم العالم يرى أنه لا يختلف كثيرا عن ما توجهت إليه حركة فتح ومنظمة التحرير فإذن أنت ينبغي أن تهتم لما يتشكل من انطباع عند الآخر وأنا ذكرت لك في لقاء سابق أنه أحد كبار الكتاب في صحيفة نيويورك تايمز اجتمعت معه فقال لي أنه خالد مشعل أعطاني لمقابلة وفي هذه المقابلة قال ليبي أنه يقبل بحل الدولتين ثم بعد أن نشرته الكلام صدر عن حركة حماس نفيون لذلك فالانطباع الذي تشكل عند هذا الرجل موافقة الحركة على نايرا موافقة الحركة فإذن أنت يجب أن تهتم لما يتشكل من انطباع حركة حماس لم تغير من مواقفها لم تغير من نظرتها والأخر دمشعل في رحلته إلى غزة تكلم عن التمانية وأربعين وتكلم عن من البحر إلى النهر وتكلم عن كل شيء ولكن الإشكال هو في الحديث مع السياسيين ومع الإعلاميين والسياسيون سواء حتى لو أنت أخي عبادلة وحتى أنت بدكش تقبل عليهم هم سيقبلون عليك عندما تصبح رقما مهما ويريدون أن يفهموا منك إلى أين تتجه وما هو موقفك من كذا وكذا ولا تملك حتى لو كنت حركة تحيير لا تملك إلا أن يصدر عنك موقف لكن الشطارهوني أنه يصدر عنك موقف معقول ولكن لا يتعارض مع ما تؤمن به أو ما تؤمن به قواعدك لأن الأخطر من ذلك أن تتناقض مع قواعدك لأنه لما مثلا صار اتفاق الدوحة جزء أساسي من المشكلة أن الناس فوجئت به والناس القواعد كانت أعدت لأمر يختلف عن ذلك فأنا أرى أن الأولوية الأولى في حركة حماس الآن ونحن مقبلون الآن على قيادة جديدة مفروض تستلم الحركة الأولى الأولويات هي أن توضع استراتيجية واضحة أن يكون هناك رؤية سياسية واضحة تقدم إلى العالم وخطاب سياسي واضح ما فيش فيه لبس حتى لا نقع في نفس المأزق زي ما عملت حركة فتح بدأت بالنقاط العشر وانتهت لا شيء لا وانتهت من قبول بشرعية الكيان الصهيوني بطريقة مذلة وفيها تنازل عن حقوق الفلسطينية طيب سيد محمد يعني أنا أريد أن تلقي أيضا أن تتضعوا على أو على قل تعرفني أنا كواحد من المشاهدين والمشاهدين المختلفين أنه هل يوجد فعلا مرجعية لدى حركة حماس كوثيقة سياسية برنامج سياسي واضح أنا بعرف أن منظمة التحليل الفلسطينية أو حركة فتح على التحديد لديها برنامج سياسي وهي تتحدث فيه ليلة نهار ولا أظن أنه حد من قيادات حركة فتح من عباس إلى متحدثين رسميين أو إلى كوادر بيستحوا من قولهم أنهم بيعترفوا بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر نقاط على الملأ دون أي تناقض لدى حركة فتح وهناك شيء مكتوب حول هذا هل يوجد لدى حركة حماس غير الميثاق الذي تتجنب حركة حماس الحديث عنه هل يوجد شيء يقدم للشعب الفلسطيني يعتبر هو هذا مشروع السياسي أنا أعتقد أن حركة حماس ينقصها هذا الأمر وهو البرنامج السياسي أو الوثيقة السياسية يعني ما بين أيدينا من أدبيات مطبوعة يمكن الرجوع إليها قليل ولعلها أهمها هو الميثاق وهو في الحقيقة قديم وكثير من الناس كانت تنادي بضرورة تغييره وأنا شخصيا لست مع تغييره وبقائه كشاهد على المرحلة التي نشأت في حماس وتشكلت في حماس وكان يحكم فكر حماس في ذلك الوقت هذه مجموعة من المبادئ ولكن أيضا ينبغي أن يكون هناك برنامج سياسي البرنامج السياسي كل حزب من الأحزاب كل حركة من الحركات يكون لها برنامج سياسي تطرح فيها نظرتها للأحداث ويعني ما الذي تريده مبنيا على فهمها للواقع ونظرتها للمستقبل هذا الأمر أعتقد أن حركة حماس بحاجة إلى أن يكون هناك شيء مؤلن وموجود بين أيدي الناس قد يكون قد يكون في شيء مثلا موجود داخل أروقة الحركة وبين أيدي قادتها ولكن على الأقل كشعب فلسطيني كباحثين ينبغي أن يكون بين أيديهم ما يمكن الرجوع إليه عند الحديث عن ليس فقط فكر الحركة لأن فكر الحركة معروف ولكن أيضا ما الذي تريده الحركة في هذه المرحلة البرنامج السياسي في العادة يغطي مرحلة زمنية محددة قد تكون يعني خمسة إلى عشر سنوات هذه المرحلة ينبغي أن تضع فيها دائما الحركات والأحزاب وتصوراتها ورؤيتها للأحداث أنا أعتقد أن هذا لو كان موجودا بالتأكيد سيعمل على جمع الصف والرؤية بحيث يكون أيضا مرجعية وضبط الإقاع وضبط الإقاع بحيث يكون هذا يعني مثلا الآن عند الحديث عن موضوع السبعة وستين للحق يجب أن نقول أنه خالد مشعل ليس أول من طرح هذه القضية طرحها قبله موسى أبو مرزوف عندما كان رئيسا للمكتب السياسي للحركة وقبله طرحها الشيخ أحمد ياسين صحيح أن هذا الموضوع عندما طرح لم يطرح بشكل علمي ومفصل ولذلك تذهب الاجتهادات فيه يمينا وشمالا السؤال هنا يعني دكتور عزام ممكن يجيب على هذه يعني هل قول الشيخ أحمد ياسين على جلال قدره وكذلك رئيس مكتب السياسي السابق أبو مرزوف أو حتى خالد مشعل رئيس مكتب السياسي الحالي هل قوله هو الذي يصنع توجه الحركة أم أنه هو معبر في الأصل عن فهم الحركة وتوجهاتها وقراراتها ومشروعها السياسي بمعنى أنه يعني الآن تعاني حركة حماس في بعض المفاصل من شيء من التناقض في الخطاب الإعلامي لا تجده معبرا عما يعرفه الناس من على الأقل انطباعات إيجابية أنه هي عندها هذه الثوابت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فهذا الأمر يعني كيف يمكن حله كيف يمكن أن تصل حركة حماس إلى وثيقة يحتكم إليها الناس عندما يختلفون يجدوا أنه هناك في شيء مرجع شوف الثوابت ثوابت ما بتتغير شيء لكن المواقف السياسية هي وليدة ضرف الشيخ أحمد ياسين لما طرح فكرة الهدنة هو طرحها لما أجوا الإسرائيليين كبار القادر العسكريين الأمنيين عليه في السجن وقالوا له كيف ننوقف هالعمليات الاستشهادية قالهم بسيطة نعمل هدنة ففكرة الهدنة أصلا موجودة في الفكر الإسلامي موجودة في التاريخ الإسلامي موجودة في الممارسة الإنسانية لكن الذي أخذ على إخواننا في حركة حماس أن هذه الفكرة طرحت في عام 1994 عفوا في عام 1994 في عام 1994 لحد 2005 وهي تابو يعني أنا كنت لما بطرحها في بعض اللقاءات مع بعض الإخوة كان يعني يقول لك هذه الفكرة مش بناش نناقشها ما بناش نبحثها مع أنه أنا وصلت إلى قناعة بأنه لا يوجد مخرج لحركة حماس أن تظل ثابتة على مبادئها وتطرح شيء عملي يمكن أن تقبل به البشرية إلا مشروع الهدنة اللي رفضوا أكثر من عشر سنوات والإخوة في قيادة حماس بيعتبروا هذه فكرة يعني صحيح طرحت لكن ما بناش نفتحها ما بناش نناقشها بعدها بسنتين في بعض الانتخابات عام 2006 انزلقوا في قضية دولة في حدود 67 بوثيقة التوافق الفلسطيني وهي أسوأ ألف مليون مرة من مشروع الهدنة مشروع الهدنة مشروع متوافق مع فكرتنا متوافق مع مبادئنا ما بتتنازل فيه عن حب التراب أنت ولا بتتكلم فيه عن قضية الدولة وحدودها ومش عارف إيش أنت بتتكلم عن أوكي بدنا نوقف القتال في شروط نجي منتفاوض عليها لا بنعترف فيكو ولا بدنا تحترفوا فينا هذا فهمك لها دكتور عزام أم أن هناك شيء مكتوب حول الهدنة والفكرة تم تطويرها بحيث تصبح مثلا شيء موجود على الطاولة كان مفروض يحصل هذا الكلام كان مفروض مثلا إيش يحصل أنه مثلا إحنا لما وصلنا لمطلع الألثين ألثين وواحد تغيرت الظروف في العالم وفي المنطقة وفي فلسطين وفي ظروف الحركة كان مفروض يحصل ورشة عمل إذا يحصل ندوة يحصل مؤتمر وتناقش فيه هذه الفكرة من قبل خبراء وقادة الحركة ويتبلور منها مشروع اللي أنا عملته في كتابي أنا في كتابي فيه فصل حول هذا الموضوع يتكلم كيف يمكن أن تكون الهدنة فعلا مشروع سياسي تقدمه الحركة لأبنائها وللعالم طيب الآن سيد محمد صوالحة يعني ونحن نتحدث عن ثوابت حركة حماس يعني البعض عندما ينظر إلى هذه الثوابت ويستوعبها استيعابا يعني معقولا يجد أن هناك تناقض بين هذه الثوابت وبين فكرة المصالحة أنا لا أريد أنا لست هنا للحديث عن فكرة المصالحة إنه صح أم خطأ لكن أنا بحكي فيه سياق الكلام عن ثوابت حركة حماس وقد لفت انتباهي خلال اطلاع على أدبيات حركة حماس وعلى أقل على الإنترنت وتصفح لي بعض صفحات قيادة حركة حماس على الفيسبوك وجدت أن هناك كلام عن المصالحة بشكل جميل جدا يعني هناك حديث إيجابي عن المصالحة ولكن في نهاية كل جملة لهذا القائد السياسي يتحدث فيها عن المصالحة فيقول أنها بحيث لا تتناقض مع الثوابت الأساسية لحركة حماس ولمشروع الوطني الفلسطيني أنا فكرت فيها بشكل بسيط كيف يمكن لمصالحة مع حركة فتح مشروعها واضح مشروعها مشروع أي دولة على حدود 67 أو ضمن حدود 67 موقفها من المقاومة والمقاومة المسلحة بشكل حدي أيضا واضح وتجاهر به عبر قياداتها موقفها من قضية اللاجئين أيضا إلى حد ما صحيح فيه مواربة لكن الراجح فيه أنه عندها رشح هناك تسويات قبلتها فأي مصالحة تتحدث عنها حركة حماس إذا أرادت أن لا تبتعد كثيرا عن ثوابتها هل يوجد مصالحة من هذا النوع؟ يوجد ولكن غير مطروحة بمعنى أنه في طريقتين للمصالحة يمكن أن تحافظ فيها حركة حماس بشكل كامل على كل ثوابتها ولكنهما ليستا مطروحتين الطريقة الأولى أنها تنسحب حماس من العملية السياسية في الداخل وتترك الحكومة وتبقى حركة مقاومة فقط وهذا بالمناسبة عدد كبير من الناس يدعو إليه وسترحب حركة فتح بهذا الموضوع وأجهزاتها الأمنية سترحب أيضا؟ بالتأكيد الآن بحكي عن حركة فتح نعم إذا تقول أن حركة فتح سترحب بأن حماس تعود إلى حركة مقاومة تترك السلطة لا لا يعني هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر هذا يجب أن تحافظه السبب للطريقة الثانية أنه أن يبقى ما في غزة في غزة وما في الضفة في الضفة إذا تمت الموافق على هذا الأمر لأن المزج يبدو فيه صعوبة كبيرة لكن هذا ليس مطروحا وذاك ليس مطروحا والمطروح شيء في تصوري أنا صعب التطبيق وهو الحديث عن حكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق وطنية أو حكومة كفاءات يرأسها أبو مازن فيها نوع من الخروج من مأزق المحاصصة وأنه يكون رئيس الحكومة من حماس فصار الحديث عن أنه حتى شخصية من خارج الحركتين لم يتم التوافق عليها وبالتالي جاءت فكرة أنه يكون محمود عباس نفسه هو رئيس الحكومة لكن في الحقيقة هذه القضية على الأقل نظريا تم تجاوزها ولكن كيف يمكن أن تجري انتخابات والمصالحة نص على انتخابات انتخابات في القدس انتخابات للمجلس الوطن الفلسطيني انتخابات للمجلس التشريعي كيف يمكن لحماس أن تكون مشاركة في الأجهزة الأمنية في الضفة كيف يمكن أن تكون مشاركة في الوزارات في المؤسسات إذا كان ذلك وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي وبإمكان إسرائيل أن تعتقل من تشاء إذا كان عضاء المجلس التشريعي الآن من حماس في معظمهم داخل السجون الإسرائيلية والذي يخرج يسكت لأنه لا يستطيع أن يتكلم وإذا تكلم ثاني يوم يعود إلى السجن مرة ثانية إذن أنا أعتقد أنه من النحية العملية تطبيق المصالحة بالشكل اللي تتحدث عنه حماس أمر يعني ليس عمليا طيب دكتور عزام نحن في الدقيقة الأخيرة أو دقيقتين بحد أقصى في البرنامج يعني هذا الكلام يشير إلى أن هناك أزمة حقيقية من شكل معين موجودة لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس قابلة ربما لحل مثل ما طرح في نهاية كلامه الأستاذ محمد لكن ألا يؤشر ذلك أنه هذه أكبر حركة في المشهد السياسي الفلسطيني لديها مثل هذا مثل هذه المشكلة ألا يعني ذلك أن المشروع الوطني الفلسطيني برمته هو في أزمة حقيقية؟ طبعا هو المشروع الوطني الفلسطيني كله بيمر في منعطف ولكن مش بس هو المنطقة العربية كلها بتمر في مرحلة انتقالية تاريخية ولذلك الإخوة في حماس وخاصة الأخها لدمشعال هو يعول على أن المستقبل المنطقة العربية سيكون لصالح حركة حماس ومن هنا يأتي الترحيب بالمصالحة والإخبال عليها أنه إذا عملنا مصالحة هو في نهاية المطاف ما هو الثمار ستأتي إلينا أنه من هذا الباب لديه قناعة بأن حركة فتح ومنظمة التحرير بهياكلها القديمة لم تعد قادرة على البقاء لم تعد قادرة على الاستمرار وهي إلى تلاشي أو إلى انتهاء وأنه محمود عباس ربما يكون غالبا آخر القادة في حركة فتح الذي يمكن أن يحصل عليه إجماع في ضوء التغيرات الموجودة في المنطقة وظهور مصر كقوة كبيرة غالبا موالية للفكرة الإسلامية هو يعتبر أن المصالحة في نهاية المطاف ستصبح صالحي ولكن هذه فرضية وستصدقها أو تكذبها الأيام يعني مثل هذه المصالحة التي تأمل أن تتم وفقا للظروف أو بناء على المستجدات في المنطقة هل يمكن بأي حامل أحوال أن تكون على حساب الثوابت الفلسطينية بمعنى أنه هل يمكن الظروف العربية وحتى لو افترضنا أن مصر استقرت وكانت أقرب إلى حركة حماس في غزة أو في فلسطين بشكل عام هل يمكن أن يتم أي نوع من أنواع المصالحة في هذه المرحلة مع هذا الظرف الجديد لا تنغمس حماس أو لا تغرق حماس في جزئيات تكون على حساب مشروعها السياسي وثوابتها هي المصالحة بين طرفين كل طرف يسعى لجذب الآخر إلى معسكريه أخ خالد مشعل والأخوة في حركة حماس يظنون أنهم الأقدر في هذه الفترة في هذا الظرف على الاستفادة والآخرون ربما يظنون كذلك وهناك طبعا العامل المالي والمادي وعامل الظروف السياسية كلها ضاغطة عليهم باتجاه المصالحة كلها عمليات ظن وإن بعض الظن معنا كل حال أشكركم انتهى وقت البرنامج أنا أعتقد سمحني بس نقطة كلمة غير خمس عشر ثاني خمس عشر ثاني أنا أعتقد أنه إذا صارت المصالحة بالشكل الذي تريده فتح لأنه الشكل الذي تريده حماس غير عملي لكن إذا بالشكل الذي تريده فتح لن يؤثر على ثوابت حركة حماس ولكن سيؤثر على موقع حركة حماس على الأرض ومكاسبها لكنه في تصوري لن يضرب الأساسيات والثوابت لأنها في تصوري ليس من السهل أن تتنازل عنها حماس أشكرك أستاذ محمد صوالحة الخبير الشؤون الفلسطيني والمحل السياسي وكذلك دكتور عزام التميمي الخبير الشؤون الفلسطينية ومؤلف كتاب حماس فصول لم تكتب أشكرك دكتور عزام بالغ الشكر لكم مشاهدي الكرام على كريم متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة